انضم إلينا مرسل العربي أحمد دراوشا من القدس مرحبا بك أحمد نتنياهو كما هي العادة بين تيارين داخل حكومته سواء كابنت الحرب أو الحكومة الموسعة هنالك تهديدات متواصلة بإنهاء هذه الحكومة إذا صدقت على الصفقة أو لم تصدق إلى أي الطرفين نتنياهو أميال محمد حسم النقاش مازال مبكرا حتى الآن أولا إسرائيل تترقب نتائج المباحثات أو رد حركة حماس خلال الفترة المقبلة على المقترح المصري الإسرائيلي بعد ذلك ستوفد إسرائيل وفدا إلى القاهرة وسيكون هناك نقاش مرة أخرى للمرة الخامسة أو الثالثة منذ بداية هذا العام حول صلاحيات الوفد المفاوض الإسرائيلي بإمكان بن يمين نتنياهو عرقلة هذه المفاوضات دون أن تصل المفاوضات إلى نقطة الحسم وإلى نقطة انشقاق الحكومة الإسرائيلية إن كان أميال وهو على الأرجح سيكون أميال بحسب تقديرات إسرائيلية إلى الوزيرين بيتسل إيل سموتريتش وإيتامار بينكفير لكن عالة الأمور عند بن يمين نتنياهو لا تصل إلى نقطة الحسم وتكون الحكومة أمام خطر للانشقاق إنما يضع عرقيل صغيرة تؤدي في نهاية المطاف إلى عرقلة صفقة تبادل الأسرة كما حدث في مرات سابقة أولا صلاحيات الوفد المفاوض الإسرائيلي نتنياهو رفض توسيعها خلال الفترة الماضية لتشمل النقاط الأساسية ثانيا عندما اقتربت المفاوضات قبل شهرين من الوصول إلى نقطة حاسمة إلى نقطة اتخاذ قرار بالتوصل إلى اتفاق قبل شهر رمضان وأعلن الرئيس الأمريكي عن تقديره بأنه سيتم التوصل إلى اتفاق قبل شهر رمضان مر واحدة طرح بن يمين نتنياهو مطلب أن تسلم حركة حماس لاحتلال الإسرائيلي قائمة بأسماء الأسرة والمحتجزين الإسرائيليين الأحياء في قطاع غزة هذا الأمر خلط الأوراق أدى في نهاية المطاف إلى عدم إتمام الصفقة ثم كانت المفاجئة بأن إسرائيل تراجعت عن هذا المطلب بمعنى أنه لم يكن مطلبا مهما ولم يكن مطلبا أساسيا جملة من هذه القضايا حدث خلال الفترة الماضية أو من هذه الممارسات التي أدت إلى تعطيل هذه المفاوضات التقديرات في إسرائيل أنه من المبكر الحديث عن نقطة حسم في هذه المفاوضات على الأقل مما يجري الحديث عنه علنا في وسائل الإعلام الإسرائيلية صحف مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو مثل صحيفة إسرائيل هايوم كانت تشير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قد يمهل هذه المفاوضات بين عشرة أيام وأسبوعين وبعدها سيرى ما الذي يمكن تحقيقه وإن كان الاحتلال الإسرائيلي سيمضي في المفاوضات أو في معركة رفح لكن بالنسبة لكثير من الإسرائيليين فإن الحالة الحالية هي أخطر ما يمكن أن تبقى فيه إسرائيل لا تقدم في المفاوضات ولا تقدم ميدنيا على الأرض في قطاع غزة دون البدء بعملية عسكرية محتملة في منطقة رفح